أهلاً أعزائي من واصل دراستنا عن موضوع لا تطلق من جبل الزيتون قبل ما أكمل مهم جداً نفهم مخطط الله في الزواج وقواعد الزواج في الكتاب المقدس أول شيء لازم ندرك أنه الله هو اللي أسس مشروع الزواج أو مؤسسة الزواج الله الذي قال ليس جيداً أن يكون آدم وحده فإذاً الله هو المخطط هو المهندس لهذا الزواج ففعلاً الله من بداية الأيام مكتوب رجل واحد امرأة واحدة في الزواج يلتصق الاثنان فيكون جسد واحد ما جمعه الله لا يفرقه إنسان فإذاً الزواج اللي بحسب مخطط الله وأساسه إلهي لا يفرقه إنسان ثم أحبائي الزواج هو عهد مش عقد يعني ما هواش كونترا أنك أنت بتشوف مثلاً اتنين بيتطفقوا وعلى الزواج وبيكتبوا العقد لا العهد هو أنت بتدخل عهد أن الله هو الشاهد يعني غير الجمهور وهذا بنشوفه في سفر ملاخي يعني بيتكلم عن العهد المقدس الذي لا ينكسر ثم الزواج أحبائي خلي بالك إنه يسوع المسيح راح لعرسقان الجليل فحضوره هو كان بركي فالمسيح بارك وقدس وأكد على قدسية هذا الزواج لكن في شيء مهم أحبائي في الزواج المسيحي إنه بولوس الرسول بيتكلم إنه يعني أيها الرجال أحب نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها وبيتكلم عن قواعد الخضوع وقواعد المحبة في هذا الزواج لكن بيسميه سر عظيم وهذا السر أحبائي الاتحاد مثل ما المسيح يتحد في الجسد في كنيسته هكذا الرجل يتحد يلتصق وكلمة يلتصق بتعني مثل الغرة مثل اللاصق يعني في نوع بتحطه في الحجر خلاص ما بيكسر فممكن يكسر من جهة تانية ما بيكسر هاي كلمة يلتصق يعني غير قابل للانكسار فهذا السر اللي تكلم عنه بولوس الرسول فإذن عندما يصل الحالة الإنسان إلى الزنا وإلى الطلاق فهو هذا حل طبعا اللي بيكون الزواج اللي بينتهي فيه لكن مكتوب بشكل واضح في سفر ملاخص عاحة اتنين الله يكره الطلاق ويسوع طبعا يعني قال لا تطلق ولما سألوا في متة 19 قال موسى سمح لقساوة قلوبكم لأنه كأنه الموضة هيك صارت القلوب عم تتقصى والمحبة عم تبرد وهذا اللي منشوفه في هذه الأيام فلهذا السبب موسى أعطى كتاب الطلاق لكن هاي مش إرادة الله لأنه إرادة الله من البديء رجعهم لسفر التكوين الغرض الأساسي رجل واحد امرأة واحدة مش نساء وأنه هذا الزواج بين رجل وبين امرأة زواج عهد أمام الله إلى الممات بس الموت أو الزنا طبعا اللي بحل هذا الزواج فمنشوف هون أحب شرعية الزواج بتشوف قدسية الزواج بتشوف طهارة ونقاوت هذا الزواج وطبعا الطلاق حتى من شريعة موسى هي عبارة عن وثيقة وثيقة شرعية ليه لازم تأخذ وثيقة أول شيء ما فيش إشي اسمه طلاق عشوائي طالق يلا روح عند أهلك لا لازم يكون فيه وثيقة شرعية لهاي الوثيقة حتى يكون إلها الحرية إنه تتزوج بمن تريد لأنه عندها خلص الوثيقة والوثيقة أحبائي مش متل اليوم يعني شوية ألم وراء بيتكتب في هذه الأيام كان عبارة عن مخطوطة يعني عملية بتأخذ أيام حتى يفكر الشخص اللي بيطلق إنه يراجع نفسه عدة مرات هذه الوثيقة أحبائي هي اللي كان بيدها لكن إذا تزوجت بحسب شريعة موسى إذا هاي المرأة اللي اتطلقت اتزوجت واتطلقت من الرجل الثاني لا يحق لها أن ترجع إلى الزوج الأول لو طلقها طبعا الرجل الثاني الكتاب بقول هذا رجس لدى الرب فالله عنده قوانين لا تكسر والذي يكسر القوانين معناته هل النبوة صادقة أو هم هل الكلام صادق وهذا مهم جدا لازم يتمشى مع روح الإلهية اللي بتمشي بشكل محدد في هذا الموضوع